سلام إخوتي بغيتنا تكلم اليوم معكم بخصوص موضوع منع الصالات في المدرسة والوزيرة كانت فعلا قامت بهذا التصريح منع الصالات في المدارس لاحظت أخيرا يعني في الجزائر قوى الكلام أكثر من الفعل نتش الوزيرة لا أظن أن الوزيرات يعني تمنع الصالات ولا تكون ممنوعة في المدارس ونفرقات وجهة نظر لا أدري منش حاصية يكون سوء التفاون بس ح بغيت يعني نعطي بعض المتتبعات والمتتبعين اللي لهم معايا في القناة يعني في الجزائر صبحنا نهضروا كتر من فعله هل حقيقة أن هدو لم يقولوا علش منع الصالات؟ حقيقة أن أولادكم يصلوا في المنزل باش هكم تهضروا على المدارس؟ أظن يعني رهم يبغوا يفتعلوا المشاكل والبلبالة يعني كل واحد يبدأ بروحوا يعني كون يكونوا جاء مسلمين ومقيمين لصالاتهم في المنزل أحسن يعني العلم والتطور هو أهم شيء وشخص الوزيرة يعني هي شخص كأي شخص آخر خاتم سليمان تحسن الوضع التعليمي والتربوي في الجزائر أو لو أخت آخر يعني وزير أخت آخر ما ظنيتش يعني يكون أفضل منها يعني كل واحد مقدوراته مشكلة عندنا في الجزائر يعني الاتكال والكلام تربية أولادهم تعليم أولادهم ويلقوا اللوم ناس وعلى المنظومات التربوية وعلى الوزيرة بكري كانوا أمهاتنا بكري ما مشقارين بكري ما كانوا مشقارين لكن بالعزيمة والجهد والإرادة في الواقع كان أولادهم اللي ما شاء الله أطبة مهندسين اللي يبغي يوصلوا يتطور يعني إن شاء الله يبدأ بأولاده بدأ ما يشوف للآخرين يعني أعمل وحدك واحد يخدم ويركز في عائلته لأن العائلة هي نواة المجتمع كل واحد يربي أولاده يعلمهم قيم الإسلامية يقرأ فيهم المحبة التعلم والتربية يقرأ المعلم في القسم كما كنا بكري نحترم ودرك مكاش احترم يقرأ المعلم وكي يحبه يقرأ عنده ويفهم واش ره يقدم الولا والقاليل نعم البرنامج فيه دروس بزاف في رأيي كل واحد يتعوا كاتيفة دروس لكن كمية معلومات مهمة للأطفال تعلموا غي شوية من الدروس هذي ولم يقدموها يعني يكون جيل شوية أحسن من الجيل اللي يفت يجب كل واحد في هذا الوقت يتلهاب عائلته بأسرته يكف عن الترتارة والكلام والالتهاء بالناس يحفظ بلادنا ويطورها ويسخر لها المناسبين للأمام إن شاء الله يقع أولادنا يتعلموا الصلاة وفي المنزل وفي المدرسة مشي موهي يتغرسوا لهم هذا الركن من أركال الإسلام الصغر يكبر سيتو اللي عندو عهدة ويمارس الصلاة وإن شاء الله وقع يتمسكوا بصلاةهم ودينهم كنا من مناصرين إنو ممارسة الدين ما تكونش علنة إني خدش لكانت علنة إنتو لي رياء يصلي ولا يقرأ القرآن في بيته ليه بينه وبين ربي مشي للناس الله ربي يحفظ بلادنا ويسخر لها المسؤولين المثاليين كنت ينشوف أولاد بلادي هادو الصغار سيرين مسؤولين مهمين أعلمين ويمشوا بالبلاد في التطور وال التطور والعلم والاختراعات والاجتهاد مطرابطة دينا والدنيا وعلما أحياء الجزائر وإن شاء الله تتقدم ونقول نصيحة للمتتبعات معا في قناتي الأم المسلمين يعني ولو أننا قلال صوتنا قليل تفع صوتنا تلهو بتعليم أولادكم وتربية أولادكم هذا المهم اللي طيقوا لها ديروها في هذا الوقت يعني التعليم مهم يفتح له رأسه يخليه يعرف حقوقه واجباته يعني سير شخص متعلم ومسؤول في المستقبل الله يحفظ أولادنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة